الحقيقة التواجد هنا في هذا المكان الأثري الجميل الجدران الحجر المكان نفسه مش محتاج تتكلم عنه كتير هو يحكي تاريخ ولكن فكرة ان احنا نقدم التاريخ ده ونروح به بملف للترشح ويبقى عندنا مكان ويبقى عندنا حق كبير وموجود في العالم الدولي ده مجهود كبير به جدا قامت بي المهندسة العظيمة لينا أبو سليم مساء الخير برحب بيك أهلا ونساء احكي لنا بقى الحكاية ايه حكاية ملف السلط على قائمة التراث العالمية هي حكاية قديمة جديدة بدأ التفكير بالملف من العام 2003 من خلال انه تم وضع السلط على القائمة التمهيدية الاردنية وهي اول متطلب للمنظمة الدولية بعد ذلك تضافرت الجهود بمجموعة من المشاريع والمبادرات المجتمعية والحكومية لغاية تم انه تكون المبادئ الأساسية لمعايير التكاملية والأصالة للمدينة على قائمة التراث العالمي موجودة وبعد ذلك قامت بلدية السلط طبعا مشكورة بجهود مشتركة بين بلدية السلط والوزارات والحكومة بتشكيل فريق فني كنت انا احد افراد الفريق الفني للعمل على اعداد ملف الترشيح ملف الترشيح كمدينة التراث الحي بيعتمد على معايير دولية واحدة من عشر معايير كان عبارة عن تحدي لغاية اعداد هذا الملف وخصوصا اننا نتحدث عن منطقة التراث الحي بما معنى انه احنا عم نتكلم عن تراث ملموس وتراث غير ملموس لغاية وضع هذه المعايير والقيم مكتوبة بما ترتقي المنظمة الدولية استاذ لنا حقيقة الحديث جميل جدا تحدثت بي شافكي وزملائي وحضرتك بما انه انت حضرتك مهندسة تخصص الهندس يختلف حتى الرؤية والنظرة بلداننا متشابهة الأزاميل التي حفرت وبدأت من بداية الحرف الأول إلى اليوم في كل بلداننا العربية تتشابه